موسيقى موسيقى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد على بركة الله ألتقيكم وحلقة جديدة من برنامج سجايا هذه الحلقة تتحدث عن موضوع مهم وسجية مهمة في حياة الإنسان وخاصة المؤمن ألا وهي الغبطة ولكن قبلها لابد من المرور برذيلة مهمة حتى تكون واضحة أو التفريق واضح بين الغبطة وبين الرذيلة لا وهي الحسد ورد في تعريف الحسد كما عرفه الكثير من العلماء هو تمني زوال النعمة أي أن الإنسان يتمنى أن تزول النعمة من الآخرين وكتفريق سريع بين الحسد وبين العين العين لا علاقة لها بالحسد الحسد شيء وهي مسألة نفسانية داخلية أما العين فتلك تتحدث عن طاقة سليبية لها تأثيرها الخاص على الآخرين بالتالي الحسد هو ملكة قد تتحول إلى ملكة نفسانية سيئة سوداوية في تمني زوال النعمة من الآخرين وهذا التمني له عدة مستويات مرة يبقى منحصرا في مسألة أو داخل القلب أي أنني فرضا أتمنى أن تزول النعمة عن فلان لأنني فاقد لما متمتع به الشخص الثاني فأبقى في قلبي في قلبي أتمنى أن تزول النعمة من ذلك الشخص هذا على المستوى الأول المستوى الثاني هو الحسد الكلامي أي أنني أكون في كلام يؤدي إلى زوال النعمة من ذلك الشخص مثلا كالكذب أكذب عليه أو أبهته أبهته عليه بأمر لم يقم به حتى تزول النعمة منه أو مثلا أتهمه في عرضه أتهمه في شرفه أتهمه في أمانته إلى آخره نستجير بالله من هذه الأمراض هذه كلها أفعال الحسد أو كلمات أو لسان الحسد وهو المستوى الثاني الحسد اللساني ما يعرف بالحسد اللساني وهذا مع الأسف قد يكون في الداخلين في هذا المضمون من الكثيرين نجد أن هناك ناس كثيرون يؤدي بهم الحسد وتمكنه في قلبهم إلى أن يتكلم كلاما حتى يسقط الآخرين من منزلتهم من النعم التي يتنعمون بها المستوى الثالث وهو الأخطر والأشد على الإنسان وهو الحسد الأفعال أي أنني أتصرف بأفعال تؤدي إلى زوال النعمة مثلا أنا لا أملك بيتا وفلان يملك بيتا أو بيتي صغير وفلان بيته كبير هذا الأفعال أذهب مثلا أتسبب في حرق ذلك البيت والعياذ بالله في تهديمه فرضا في أذيته مثلا أراه في صحة كاملة أتسبب بفعل أفقده تلك الصحة التي يتمتع هذه الأمراض التي نشهدها اليوم طبعا من خلال هذه المستويات الثلاثة يتبين أنه مسألة الحسد انتقالها من القلب ابتداء وتترقى يزداد فتكا هذا المرض بصاحبه طبعا ثم ينتقل إلى اللساني ثم ينتقل نهاية إلى الأفعال الجوارحي هذا يكون خطرا شديدا على نفس ذلك المؤمن وبالتالي إذن لا بد من الرجوع أو المحاسبة في محاسبة النفس ما دامت واقفة في المستوى الأول قد يجد الإنسان وكلنا معرضون إلى هذا المرض حاله حال أي مرض عضوي قد يصاب به الإنسان ولكن هذه فائلة المحاسبة كما قال إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام ليس مننا من لم يحاسب نفسه إذن المحاسبة الدورية المحاسبة اليومية إلى أقل هي ومراقبة هذه النفس حتى لا تنحرف حتى لا تخطو خطوة في معصية الله عز وجل لابد من معرفة الأسباب المؤدية إلى الإصابة بهذا المرض وعلى عجالة من أهم الأمراض هو قلة اليقين أو ضعف الإيمان بالله عز وجل أنا أجد غيري متمتع بنعمة ما بنعمة المال بنعمة السكن بنعمة الأولاد بنعمة الصحابي ما شاء الله من النعم التي ينزلها الله على عباده بالتالي لابد أن ينتبه الإنسان إذا استشعر في قلبه مسألة أنه بدأ يدب إلى قلبه الحسد إذن فليعلم أن هناك مشكلة في إيمانه أو علاقته مع الله ما هي وجه الرابط لكونك أنك حينما ترى تلك النعمة لا تسأل الله عز وجل أن يرزقك مثلها لا بل تتمنى أن تزول من ذلك الشخص وهذا قلة الإيمان السبب الثاني المؤدي إلى إصابة الإنسان بالحسد هو عدم محبة الآخرين هناك الكثير من الأشخاص نجده لعله اجتماعيا يعيش بين الأفراد ولكن في نفسه يعيش تلك العزلة وكأنه يعيش في غابة في كهف منعزل عن الجميع فلا يتمنى أي مصلحة ولا أي خير ولا أي صلاح إلى الآخرين وهذا يأتي أيضا سببه من أين يأتي من حبه للأنا للذات يعبد الأنا يعبد الهوى متأصلة فيه لذلك نجد أنه أول من وقع في هذا المرض من هو؟ هو إبليس حينما أمر الله عز وجل الملائكة وإذ قال ربك للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ما هو المانع؟ قال المانع الحسد لماذا هذا المخلوق الطيني قال خلقتني من نار وخلقته من طين شوفوا نظرة استعلائية يجد أن الناس دونه فبالتالي هو لا يستحق أن تسجد له الملائكة المفروض أنا من تسجد لي الملائكة هذا قول إبليس والشاهد أيضا ماذا أدى الحسد بهذا المخلوق اللعين أصبح رجيما ملعونا مبغوضا مبعدا عن رحمة الله وله في الآخرة عذاب أليم إذن أهم الموجبات للوقوع بالحسد هو حب النفس والأنا والاستعلاء عن الآخرين للكلام إن شاء الله تعالى اعتتم وبقية في الحلقة القادمة إن كانت في الحياة بقية نسأل الله عز وجل أن يبعدنا وأن يجنبنا شرار أنفسنا إنه جواد كريم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر